المجموعة الشمسية هي عبارة عن الشمس وكل ما يدور حولها ومن بداية اكتشاف المجموعة الشمسية والحد سنة 1930 كانت المجموعة الشمسية مكوانة من 8 كواكب فقط إلى أن تم اكتشاف كوكب بولوتو علشان يبقوا 9 كواكب بدل 8 وده استمر الحد سنة 2006 علشان ترجع تاني المجموعة الشمسية تبقى 8 كواكب وده بعدما أعلن اتحاد الفلكيين العالمي عدم الاعتراف بكوكب بولوتو لأنه لا يحقق جميع الشروط المستخدمة في الاتحاد الفلكي الدولي لكن اللي يهمنا في الفيديو ده أن كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية له خصائص مختلفة عن باقي الكواكب واللي في الأغلب بتكون خصائص غريبة وعجيبة وبتخلى عليها الحياة مستحيلة علشان كده قررنا نتكلم في الفيديو ده عن أغرب الحقائق والخصائص الموجودة في واحد من أغرب كواكب المجموعة الشمسية وهو كوكب أورانوس واللي ان شاء الله نحاول نقدمها بطريقة مبسطة وسهلة علشان الكل يقدر يفهمها بإذن الله تعالى بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من أول المشتركين اللي يوصلهم المعلوم في 13 مارس سنة 1781 اكتشف كوكب أورانوس العالم الإنجليزي ومن أصل ألماني ويليام هيرشل وده تم عن طريق الصدفة لما كان بيدرس بالتليسكوب اللي صنعوا بنفسه ظاهرة النجوم المزدوجة علشان يبقى كوكب أورانوس أول كوكب تم اكتشافه من خلال التليسكوب وفي بداية اكتشاف الكوكب كان فيه كتير من المقترحات لتسمية الكوكب وكان واحد مثلا من الأسماء المقترحة هو جورجي ومسيدوس أو الكوكب الجورجي وده كان تكريم لملك انجلترا في الوقت ده الملك جورجي الثالث لكن في النهاية تم اعتماد اسمه أورانوس علشان يكون الاسم الرسمي للكوكب وده اللي اقترحه عالم الفلك الألماني يوهان بود واللي اكتبص الاسم ده من اسم إله السماء عند اليونانيين القدماء علشان برضو يبقى كوكب أورانوس هو الكوكب الوحيد اللي يتسمى على اسم إله يوناني مش روماني وده على عكس معظم كواكب المجموعة الشمسية اللي أغلبها تقريبا تم تسميته بأسماء الآلهة الرومانية القديمة لكن طبعا في الأول وفي الآخر لا إله إلا الله ومن الجدير بالذكر أن أورانوس هو أول كوكب يتم اكتشافه في العصر الحديث وده رغم أن حجمه كبير جدا وبرضو رغم أن تم رصده في كتير من المناسبات في العصر الأديم لكن دايما كان بيصنف على أنه نجم ضخم أو واحد من المزنبات وده برضو كان بسبب أنه كوكب معتم لوقت طويل جدا وبطيء جدا في دورانه حول الشمس لكن أول رؤية فعلية تسجلت على أنه هو كوكب كانت للفلك الإنجليزي جون فلامستيد سنة 1690 وبعد اكتشاف الكوكب قدروا العلماء أن هم يحددوا عمر الكوكب واللي قدروا ما بين 4 و 5 من 10 إلى 4 و 6 من 10 مليار سنة العملاق الجليدي أو العملاق الغازي أو الكوكب الأزرق كلها أسماء بتطلق على كوكب أورانوس وده نسبة إلى خصائص الكوكب نفسه كوكب أورانوس هو سابع الكوكب بعدا عن الشمس وبيبعد في المتوسط عن الشمس حوالي 2.9 من 10 مليار كيلو متر تقريبا وأبعد نقطة ممكن يوصلها في بعده عن الشمس بتوصل لحوالي 3 مليار كيلو متر أما أقرب نقطة ممكن أنه هو يوصلها من الشمس هي 2.7 من 10 مليار كيلو متر وعلشان تتخيل هو قد إيه بعيد عن الشمس فكوكب أورانوس بعيد عن الشمس أكتر ما الأرض بعيد عن الشمس بحوالي 19 مرة وعلشان كده برضه هو بعيد عن الارض بحوالي واحد وسبعة من عشرة مليار كيلو متر تقريبا وهو مصنف على انه تالت اضخم كواكب المجموعة الشمسية والكوكب الرابع من حيث الكتلة والكوكب التاني من حيث الكسافة اما حجم كتر كوكب اورانوس بيوصل لحوالي واحد وخمسين الف مية وطمنتاشر كيلو متر وده يعادل اربع اضعاف كتر كوكب الارض وده بالمناسبة شيء طبيعي جدا وده لان حجم كوكب اورانوس اكبر من حجم كوكب الارض ما بين 60 الى 63 مرة وبرغم ان كوكب اورانوس اقرب للشمس من كوكب نيبتون اخر كواكب المجموعة الشمسية وابعد كوكب عن الشمس الى ان كوكب اورانوس هو الكوكب الاكثر برودة في المجموعة الشمسية وبتوصل متوسط درجة برودة ما بين 211 ل218 درجة تحت السفر وده بيخلينا نقول انه يستحيل الحياة على كوكب اورانوس لكن بصراحة مش ده السبب الوحيد اللي بيخلي الحياة مستحيلة على كوكب اورانوس وده لان فيه اسباب كتير تاني مثلا ان الغلاف الجوي لكوكب اورانوس بيحتوي على جزء كبير جدا من غاز الهيدروجين وغاز الهليام وغاز الميسان وللعلم ده اللي بيخلي كوكب اورانوس يظهر باللون الازرق في الفضاء وده غير كميات التلج الجبارة اللي موجودة على سطح الكوكب وده بالاضافة ان سرعة الرياح في كوكب اورانوس بتوصل في مناطق كتير من الكوكب لتسعمائة كيلو متر في الساعة وده طبعا سرعة عالية جدا لو قارنناها بكوكب الارض ولان دايما الغلب للمضمون وليس الظاهر فبالرغم من ان كوكب اورانوس اكبر من كوكب الارض عشرات المرات الى ان الجاذبية عليه اضعف من جاذبية الارض وده بسبب ان اغلب تكوين كوكب اورانوس من الغازات عكس كوكب الارض الصلب وده برضو اللي بيخلي وزن كوكب اورانوس خفيف جدا بالنسبة لحجمه ومقارنة بكوكب الارض فالجاذبية على كوكب اورانوس بتوصل ل86% من جاذبية كوكب الارض بمعنى اضق لو انت وزنك على كوكب الارض 100 كيلو هتكون على كوكب اورانوس وزنك 86 كيلو فقط من اكتر المعلومات الغريبة اللي ممكن تعرفها عن كوكب اورانوس هو انه الكوكب الوحيد والفريد من نوعه في طريق الضورانه وده لانه بيدور حول الشمس بزاوية ميل حد جدا بمعنى ابسط فهو تقريبا بيدور على جنبه وبيوصل زاوية ميل محوره ل99 درجة والمعدل ده هو اعلى معدل ميل في كوكب المجموعة الشمسية وبالمناسبة فكوكب الارض بيدور بميل يقدر ب23.5 درجة فقط وعلشان تقدر تفهم الفرق فكواكب المجموعة الشمسية كلها بتدور حول محورها بشكل طولي الا كوكب اورانوس هو الوحيد اللي بيدور بشكل جانبي وعلشان اقدر اقربها لك اكتر فتخيل انك بتقدر تضحرك كورة في مصار دائري ده بالزبط هو شكل دوران كوكب اورانوس حول الشمس ولزيادة الغرابة بقى فكوكب اورانوس بيدور حول محوره بشكل عكسي يعني مش بيدور في نفس الاتجاه اللي بتدور فيه جميع كواكب المجموعة الشمسية والخاصية دي موجودة في كوكبين فقط هما كوكب اورانوس وكوكب الزهرة كوكب اورانوس هو واحد من الكواكب اللي بتدور حول نفسها بسرعة كبيرة ولو قررناها بكوكب الارض فكوكب اورانوس بيقدر انه يعمل دورة كاملة حول نفسه في خلال 17 ساعة ارضية فقط يعني اليوم على كوكب اورانوس اقصر من اليوم على كوكب الارض لكن على العكس تماما بقى فبسبب المسافة البعيدة جدا ما بينهما بين الشمس فدور الدوران حول الشمس بتاخد وقت كبير جدا ولو قررناها بكوكب الارض هتلاقي ان كوكب اورانوس بيعمل دورة واحدة فقط حول الشمس في خلال 84 سنة ارضية يعني السنة على كوكب اورانوس بتعادل 84 سنة على كوكب الارض يعني التخيل لو انت عايش على كوكب قرانوس ممكن تعيش سنة واحدة فقط او اقل وبطبيعة الحال فنص كوكب قرانوس الغير مواجه للشمس اثناء دورانه بيكون معتم لمدة 42 سنة علماء الفلك اختلفوا في ان هل فعلا في حلقات لكوكب قرانوس او لا وده لانهم كانوا بيعتقدوا في بداية اكتشاف الكوكب ان ما فيش اي حلقات له كوكب قرانوس لكن مع مرور الوقت وتحديدا سنة 1977 بالفعل تم اكتشاف ان كوكب قرانوس عنده 9 حلقات براقة اما بالنسبة للأقمار الخاصة به فكوكب قرانوس بيمتلك 27 امر علشان كده فهو اكتر تالت كوكب في المجموعة الشمسية عنده اقمار واشهر الاسماء للأقمار التابعة لكوكب قرانوس هم تيتانيا وميراندا وارييل وتريتون وامبريل وابيران واللي بالمناسبة اغلب اسماءهم مأخوذة من اسماء للشخصيات موجودة في روايات وليام شيكسبير واخيرا فكوكب قرانوس هو من الكواكب الغير محبوبة للعلماء والغير مرغوف في زيارتها دايما والى وقتنا الحالى لم يتم اطلاق اي رحلات استكشافية لكوكب قرانوس نهائيا لكن اشهر المحاولات لاكتشاف الكوكب كانت في 24 يناير سنة 1986 وده لما مر مسبار جانب كوكب قرانوس وقدر ان هو يقرب بشكل كبير جدا من الكوكب وقدر ان هو ياخد كتير من الصور للكوكب وده بالمناسبة هو اللي يساعد العلماء بشكل كبير جدا في انهم يقدروا يعرفوا ويدرسوا كتير من الخصائص والامور الخاصة بكوكب قرانوس وللعلم برضو فان الرحلة من كوكب الارض لكوكب قرانوس فهي من الممكن ان هي تاخد حوالي 9 سنين ونص علشان توصل لكوكب قرانوس وده كلام غير مؤكد بالتجربة لكن ده الوقت الفعلي اللي استغرقه مسبار فويت جارتوك في انه يوصل لكوكب قرانوس وبس كده ده كان كل اللي عندنا عن اغرب المعلومات عن كوكب قرانوس وزي ما اتفقنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من اول المشتركين اللي يوصل لهم المعلومة ونشوفكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم